كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن قارون وفتنة المال والثروة نقول هذا الكلام لأن الحياة الواقعية اليوم سرنا فيها نتصابق ونتصارع من أجل كسب المال ونظن أنفسنا أننا لما نكسب المال ونراكمه أنه سوف يخلق لنا السعادة والطمأنينة والبهجة والسرور والحبور ولكن الحقيقة أن المال قد يكون سببا للمتاعب وقد يكون سببا لخراب البيوت وقد يكون سببا لجلب الأعداء ربنا عز وجل يعطينا نموذجا في كتابه العزيز وهو يتحدث عن القصص قصص الأنبياء وقصص القرآن يتناول شخصيات مختلفات كل شخصية ترمز إلى قضية إلى مفهوم إلى طرح معين وشخصية قارون هي نموذج لمن ملك الثروة ثم طغى وتجبر ربنا عز وجل يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تعالوا بنا نتعرف على شخصية قارون وكيف وقع له ثم نستنبط العبر والعضات منها بما ينفعنا في حياتنا الواقعية قارون كان من أهل موسى عليه السلام كان يعيش في مصر القديمة الفرعونية ومصر الفرعونية القديمة أيام زمان كانتها أعظم دول العالم ربنا قال فيها أدخل مصر فإن لكم فيها ما سألتم وما شئتم كل شيء كان في ذلك الزمن وقارون في الأول كان رجل ذاكر ورجل عابد قيل أنه عبد الله تعالى أربعين سنة كان ملازما لنبي الله موسى عليه السلام كان لا يكاد يفارقه وكان يحفظ منه التوراة وكان يحفظ المواعب وكان يقوم بشؤون العبرانيين وصار على هذا المنوال إلى أن أكرمه الله تعالى بالمال وبدأ يترقى حتى وصل إلى أنه صار المسؤول على شؤون العبرانيين في مصر كلفه فرعون مصر أن يكون هو المسؤول عن كل الشؤون المتعلقة بالقوم العبراني اليهود ينطقون بالعبرية وأكرمه الله تعالى بالمال رويدا رويدا تعلم فنون الحساب وتعلم فنون الاستثمار وتعلم فنون الادخار وتعلم فنون كثيرة مرتبطة بالتنمية وبالاقتصاد وكان يديب المعادن لأن في زمنهم لم تكن هناك أوراق نقضية وإنما كانت هناك قطع من الفضة أو الذهب هي التي يتعاملون بها هداه الله تعالى إلى أنه يستطيع أن يديب بعض المعادن بعضها في بعض وتتحول إلى لؤلؤ أو إلى مرجان أو إلى ذهب فصار عنده مثل الجبال من الذهب وصار من أطر الأثرياء وكان دوما ملازما لسيدنا موسى إذا جاء وقت الصلاة والعبادة يكون بجانبه إذا كان هناك نقاش في الدين دائما يستمع ويستفيد إلى أن نزل على سيدنا موسى عليه السلام فرضية الزكاة فرض الله على العبرانيين الزكاة كم يقدروها؟ في كل ألف دينار دينار وفي كل ألف درهم درهم هذا هو المقياس الذي عندهم في كل ألف دينار دينار واحد وفي كل ألف درهم درهم واحد الناس لما فرض عليهم ربنا عز وجل هذه الزكاة في عهد العبرانيين في عهد سيدنا موسى عليه السلام الصالحون باضروا بالعطاء وكان سيدنا موسى يجمع هذه الأموال ويضعها في مكان آمن ثم ينفقها على الفقراء وعلى المحتاجين ويحسن تدبيرها وتسيرها وتأخر شأن قارون لأنه ينبغي أن يخرج زكاة ماله لما قام بعملية حسابية للمال وجد بأن أمواله طائلة وسوف يقدم لموسى الكثير الكثير من المال فشق عليه الأمر فتشاور مع بعض جلسائه وقال لهم إن موسى قد أمركم بالعبادة وأمركم بالطاعة فعبدتم وأطعتم والآن يريد أن يأخذ منكم أموالكم لا نرى بأن هذه الزكاة مفروضة على أحد فبدأ يتلك ثم تبنى موقفا عدوانيا من سيدنا موسى عليه السلام وبما أنه صار صاحب مال وكل صاحب مال يبحث عن السلطة السياسية هذه في التاريخ معروفة لأن المال لكي تحميه لا بد لك من سلطة وإذا كسبت ود أهل السلطة قد يطلبون منك المزيد من المال فلما لا أنك أنت تصير من أهل السلطة تدخل وترتقي وتصل إلى كراسي الحكم هذا ما فعله قارون وصار من المقربين لفرعون وصار يجالسه ويجالس غامان مستشاره ويجالس كبار رجالة الدولة وصار يحمي أمواله لكن سيدنا موسى عليه السلام كان يطف على الناس ويخوفهم أيها الناس إن من لم يخرج زكاة ماله فإن له عذابا وعقابا أليما وكان يحطم على ذلك فقارون خشي على سمعته ففكر في مكيدة قالوا موسى هذا كل مرة يأتنا بكلام لما لا نفكر في مسألة أو في مكيدة نتخلص منه ونرتاح فقالوا ما هي أحسن طريقة تشاور أحسن طريقة هي النساء ومعروف أن النساء في بني إسرائيل كانوا يشكلون عنص خطر حتى قال النبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء النساء عندهم قدرة وعندهم ملكات ومهارات خطيرة جدا يمكن أن يلعبوا أدوار مهمة في إسقاط الرجال وفي وضعهم في وضعية حرجة اختاروا امرأة كانت ساقطة وكانت غاية في الجمال والناس يرغبون فيها اسمها سبارتا سبارتا هذه امرأة يهودية غاية في الجمال وأنجبت طفلا صغيرا من العلاقات الغير الشرعية فجاءوا إليها وقال لها قارون سوف أعطيك وزنك دهبا إذا استطعت أن تقومي بوحد دور وحد تمتيلية قتلي أفعل قال لها سوف نستدعي موسى وحينما يكون خطيبا في الناس ستصعدين وتقولين يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا وأفسدت بي وفعلت بي كذا وأترك البقية لنا قتلهم مهمة سهلة جدا قالوا سأعطيك من المال ما شئتي فشرطت أن يكون وزنها دهبا قال قارون سأعطيك ذلك فعلا بدأوا في الترتيب وقارون ذهب إلى موسى عليه السلام لأنه كان ابن عمه وكان ملازما له أربعين سنة في العبادة والطاعة لكنه تغير وتبدل لقد وقع له ما وقع لإبليس صار متمردا وصار ناكرا وجاحدا قال له يا نبي الله موسى ألا ترى ما إن بني إسرائيل قد فسدت أخلاقهم وأنهم صاروا على غير المبادل التي دعوت إليها هل لا جمعتهم لك حتى تعظهم وتنصحهم فاستفشر موسى خيرا من ذلك قال نعم قال له سوف أهيئ لك مكان كبير وأهيئ لك منصة يعني بحل كأنه مصرح أو كذا فيحضر الناس أدعوهم للحضور وأنا ذاك سوف تخطب فيهم وتقول لهم كلام مؤتر لعلهم يرتدعون فاستحسن سيدنا موسى هذا الكلام فعلا قارون صنع منصة كبيرة في ساحة ضخمة فيها الضلال كأنها موكب للجماهير استعراض وأرسل المنادين ينادون بأن موسى النبي يريد أن يحدثكم ويعظكم الناس بكل صدق جاءوا كلهم جاءوا رجال ونساء من البوادي والقرى والمداشر وحضروا في الوقت وصعد سيدنا موسى عليه السلام إلى المنصة لكي يقوم بوعظهم وقارون هو المسير لهذا الحفل وسيدنا موسى يظن بأن فرعون ويظن بأن قارون أنه يريد له الخير بدأ سيدنا موسى يعظ الناس ويقول أيها الناس عليكم بإبادة الرب أيها الناس إن الله يغار على حرماته أيها الناس إياكم والمعاصي فإن الله يغضب إياكم وقتل أنفس إياكم وسفك الدماء أيها الناس إياكم وصرقة أموال الآخرين أيها الناس إياكم ثم إياكم من الزنى فإن من زنى وكان عازبا جلدناه ومن زنى وكان متزوجا رجمناه حتى الموت ومدى يقول هذا الكلام والناس يشعرون بالخوف والخشوع هناك أعطى قارون الإشارة لتلك المرأة الجميلة الساقطة إسبارتا وقال لها قومي له اسمها سابيرتا قال لها قومي له فقامت تلك المرأة وأبدأت مصرحية أمام الملأ بدأت تبكي وقد حلت شعرها والدموع على عينيها وتحمل رضيعها الصغير وشبه عارية في كتفيها ونحرها وصدرها وتقول يا موسى يا موسى أنت نبي ولماذا فعلت بي كذا المفروض أنك تكون بعيدا الحرام لماذا أفسدت بي لماذا غريتني حتى وقعت بين يديك وفعلت بي كذا وكذا والناس كلهم اندهشوا قالوا كيف موسى النبي المفروض أنه معصوم يقع في الخطيئة ويقع مع من مع هذه المرأة الساقطة سابيرتا وبدأ الناس يتلكؤون وكأنهم أرادوا أن يرتدوا سيدنا موسى بدأ يخطب المرأة ويقنع الناس ولكن جميع بني إسرائيل معظمهم أرادوا أنهم يكذبوه وينقلبوا عليه فتنة عظيمة وقعت لسيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى التوجه للمرأة أيها المرأة لماذا تكذبين أنا لم أراك قبل هذا اليوم فقط لعم أنت أنت الذي غريتني وقضيت معك ليالي وأنت الذي أفسدت بي وهذا الجنين لعله ابنك وبدأ موسى عليه السلام يدفع عن نفسه والناس حاولوا أن يرجموه منهم من حمل الحجارة لكي يقوم برجم سيدنا موسى عليه السلام في تلك الأثناء سيدنا موسى سيتوجه لتلك المرأة قال يا مرأة انظري إلي في عيناي هي تطاطئ رأسها قال ارفع رأسك وانظري إلي في أم عيناي المرأة رفعت رأسها ونظرت إلى موسى إلى عينيه وقال لها بحق السماء وبحق من فلق البحر وبحق من أزل التوراة قولي الحقيقة قولي الحقيقة بدأت المرأة ترتعب لما سمعت هذا الكلام بحق رب السماء هي تعرف بأن الله تعالى معنا يسمع كلامنا وهو القاهر فوق عباده وقال بحق من فلق البحر وبني إسرائيل يعظمون واقعة شق البحر لأن الله أنقذهم من فرعون وقال بحق من أزل التوراة وهم يعظمون التوراة المرأة بدأت تتلك وبدأت تبكي وقالت يا موسى أنت بريء وإنما داك إنه قارون هو الذي غرني وهو الذي رشان بالماء بالمال وهو الذي فعل بكذا وكذا فالناس كلهم بدأوا يكبرون ويهللون هيلو الله هيلو الله لا إله إلا الله يقال هذا الكلام لكي يبرئوا سحة موسى عليه السلام آنداك الله تعالى خاطب نبيه وكلمه سيدنا موسى قال إن في قومك هؤلاء منهم من طغوا وتجبروا وأفسدوا يا موسى لك أن تأمر الأرض وسوف تطيعك يا موسى هذه الأرض أؤمرها تفعل لك متى شاء تنزل العقوبة بكل من آذاك سيدنا موسى أراد أن يأمر الأرض ولكنه تذكر الأيام التي قضاها مع قارون أربعين سنة كان يجالسه وكان يمشي معه وكان يحضر معه في المواعد ويحضر فيه في الدعوة فقال أربعين سنة لعله لعله يتوب لعله يندم لكن عوض أن يندم قارون ازداد في الطغيان قالوا انظروا إن موسى قد عجز أن ينتقم مني قال يا موسى إن فضلك الله تعالى من نبوة فقد فضلني عليك بالمال يا موسى أنت مجرد راعي للغنم إنك لا تجد وجبة عشاء أما أنا فعندي أموال طائلة فعلا إن أموال قارون كانت طائلة عنده عشرات القصور أحد القصور عتروا عليه في مصر القديمة مصر الفرعونية قصر مكون من سبعة طوابق وفيه تلاتمائة وخمسين غرفة وكل من دخل إلى ذلك القصر يتيه التيه في ذلك القصر كبير جدا وعنده العشرات من القصور وعنده الأموال الكثيرة خزائن لم تكن هناك أبناك في زمانه ولكن كان يضع خزائن فوق الأرض وخزائن تحت الأرض سبع طوابق فوق الأرض سبع طوابق تحت الأرض وكان يكدس فيها الدغب والفضة واللؤلؤ والمرجان يا موسى إن كان ربك قد فضلك بالنبوة فقد فضلني عليك بالمهل ثم في اليوم الموالي أراد قارون أن يغيض موسى عليه السلام وكان عيد من أعياد بني إسرائيل فأراد أن يتبختر ويتباه مدفع على قارون جمع حاشيته بالمئات الخدم والحشم بالمئات كأنها مسيرة استعراضية وخرج بالفرسان جاء بالخيول والفرسان والبغال محملين بالأموال الطائلة واللؤلؤ والمرجان والذغب والفضة وبدأ يسير في الطريق ويقول يا موسى انظر ماذا عندي أنت ماذا تملك يا موسى لا تملك إلا عصاك وتلك النعاج والخراف الهزيلة أما أنا فعند كل هذا النعيم سيدنا موسى بدأ يستغفر مولاه ويتوب إليه ثم بدأ قارون يتباغى ويتمادى في التمادي وفي الكبرياء وعنده كان عنده بغلى بغلى أفضل من عشرة خيول بغلى شهباء كبيرة وضخمة وراقية فصعد فوقها وبدأ يتبغتر الناس لما رأوا ذلك المشهد مشهد قارون بجدة كبيرة وعنده فرصان وخيول وبغال وأموال وخدم وحشم ويسير ولا شيء يقع له ويقارنون بينه وبين موسى عنده عصا وخمس خراف أو ست خراف هزيلة قالوا كيف ياليت لنا مثل ما لقارون عنده مال وفير والناس كادوا أن يغتروا به هناك سيد موسى سوف يستجيب لأمر الله ويأمر الأرض بأن تخضع فقال يا أرض يا أرض ابلعي قارون ومن معه فانفتحت الأرض فإذا بأقدامهم تغوص ثم إلى الركب ثم إلى السرة ثم إلى الصدر ثم تغمرهم الأرض وتخسف بهم خسفنا بهم الأرض ثم أمر الله بعد ذلك الأموال كل أموال قارون أمر الله تعالى بأنها تبلعها الأرض والناس رأوا مشهدا غريبا عادة الإعصارات والزلازل والبراك تصيب المنطقة بكاملها لكن هنا هذا الخسف لم يطل إلا قارون ومن معه من الزبانية ولم يطل إلا قصور قارون أما البيوت الأخرى المتواضعة بجواره لم يقع لها شيء رأوا معجزة عظيمة بأم أعينهم وربنا سبحانه وتعالى أعطى لموسى عليه السلام ولقومه ولغيرهم عبرة ودرسا عظيما في شأن قارون ذكر ربنا عز وجل وقعت قارون في سورة القصص وقال فيها جل علاه بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ما معنى بغى عليهم أي أنه كان يطغى وكان يتجبر وكان يظن بأن المال هو كل شيء يستطيع به أن يشتري الدمم ويغير الحقائق ويقلب الموازين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤوا بالعصبة إلى القوة وآتيناه يعني هذا المال هو في الحقيقة مال الله هو الذي أمده بالمال كل من عنده مال لا تظن بأن أموالك نتيجة فهمك واشتغادك بل الله تعالى هو الذي أمدك بها وحتى إذا كنت قد اشتهدت فإن الله تعالى هو الذي فتح مدارك عقلك وأمدك بالأفكار وبالقدرات لكي تجمع هذا المال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤ بالعصبة إلى القوة إذ قال لقومه لا تفرح إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين من قال هذا الكلام؟ قاله العلماء والصالحون والناصحون من قومه من العبرانيين كان عندهم نور الإيمان والهداية قالوا هذا السلوك الذي تقوم به لا يرضاه المولى عز وجل الله لا يحب الفرحين طبعا الفرح أنواع هناك الفرح الذي فيه الشكر للمولى وفيه الحمد للمعطي هذا فرح طيب تفرح بالزواج تفرح بإزدياد مولود تفرح بنجاح ابن تفرح بكسب مال طب أما الفرح المقصود هنا هو فيه كبرياء وفيه خيولاء وفيه بطر بطر للحق إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه الآية قاعدة عامة للجميع هذه قاعدة لكل البشر في كل زمان وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة يعني في الدنيا عليك أن تجعل الآخرة هي همك الأكبر تسعى للإدخار لأن أي ادخار في الدنيا سوف ينقضي ويزول ولكن الإدخار في الآخرة يبقى ولا يفنى ولا يبيد وأنت تعمل الآخرة من طاعة وعبادة لا تنسى نصيبك من الدنيا فالدنيا هي معبر عليك أن تستمتع وترفيها نفسك قليلا حتى لا تصاب بالسآمة حتى لا تصاب بالضعف والهوان لابد أن تأخذ نصيبا من الدنيا ولكن وأنت تستمتع بالدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك تحسن ولا تسيئ لا تقول الناس يسيئون أسيئوا معهم قال صلى الله عليه وسلم ولكن وطنوا أنفسكم إن أصلح الناس أن تصلحوا وإن أساء الناس ألا تسيئوا دائما تصلحوا المؤمن لا يكونوا إم معه وإنما يوطن نفسهم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين لأن الإنسان لما يأملك المال والسلطة يبدأ إبليس يوسوس له ويبدأ يفسد في الأرض ويظن أنه على صواب وهناك من من يلقي إليهم بالفتات فإنهم يصوبونه ويصفقون له ويشجعونه للتماد على الفساد دون أن يستطيعوا أن يصارحوه بالحقيقة ثم قال تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي قارون لما قل له يا قارون هذا المال الوفير الذي عندك قال إنما أوتيته على علم عندي هو صار عالم في الكيمياء قيل كان يخلط ما بين المواد الكيموية وبين المعادن فيستخرج الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان قال ربنا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هم أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله تعالى يعطينا قارون فقط في مرحلة تاريخية في عهد العبرانيين في عهد مصر الفرعونية سبع ألاف سنة قبل الميلاد مدة قصيرة جدا يعني سبعة أيام بميزان الله تعالى وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون وقبل قارون كان هناك أقوام كانوا عدد كبير من القارونات الذين تكبروا وتجبروا ثم قال تعالى يصف ما الذي وقع فخرج على قومه في زينته خرج ومعه زبانيته وأعوانه ومساعديه وأخرج كل ماله فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم النسل كيحب الدنيا النسل دائما كيقلبوا على آخر موديل آخر صيحة النسل عندهم نزعة استهلاكية لا يرون إلا عند أقدامهم هؤلاء كل صيحة جديدة في الموضة في الاستهلاك دائما يكونوا صباقين ويتمنون أن يمتلكوها وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أهل العلم وأهل المعرفة لأنهم علموا أن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضا وحتى إذا ملكتها كلها فإنها لن تدوم لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فكان عندهم علم بأن هذا كل هذه البهرجة لا تسوي شيئا ثم قالوا وَلَا يُلَقَّهَ إِلَّا الصَّابِرُونَ هم الذين متمسكين أهل الصبر أهل الفوز أهل الفلاح هم أهل الصابرون الصبر مفتاح للفرج فمدى كان من نتيجة قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لما دع عليه سيدنا موسى قال يا أرض انتقمي من هذا الجبار يا أرض ابلعيه يا أرض اخسائي بأقدميه بدأت الأرض تنحل من تحت قدميه وبدأت تقوم بامتصاص هو ومن معه وأصبح الذين تمنوا مكانوا بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لا خاسف بنا المعجبون كانوا بجانبه الله أنجأهم كان بالإمكان أن يكون الخسف عريضا وطويلا لكن الله تعالى أعفى جميع الحاضرين وتركهم يشاهدون ويتابعون هذه الأحداث المخيفة والمرعبة وهم لم يقع لم أي سوء لهذا بدأ يقولون نحن محظولون أن الله تعالى لم يمدد هذا العذاب حتى يطالنا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أنمن الله علينا لا خاسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ثم يختم ربنا هذا المشهد وكأنه يرخي الستار ستار مشهد مسرحي أو درامي ويقول في الختام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين خلصة الكلام أن الدار الآخرة هي الدار الموعودة من أهلها؟ من سكانها؟ من أصحابها؟ هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لا يتكبر ولا يتجبر ولا يفسد ولا يؤذي الآخرين ثم أخبر تعالى بأن العاقبة للمتقين يعني الفوز الحقيقي لكل من كان متقيا هذه القصة أيها الأحباب الكرام تحكي عن جبروت المال المال سلطة الإنسان يحب المال تحبون المال حبا جمع أي نعم حب المال ولكن عليك إذا كسبت المال أولا أن تطهره بما نطهره؟ نطهره أولا بالصدقات وبالعطايا والزكوات لأن المال إذا جمعه الإنسان يكون فيه خليط فيه جانب حلال جانب حرام عليك أن تسعى لتطهير هذا المال تطهره بمدى؟ بالإنفاق تعطي للفقراء والمساكين ثم لتحذر المال مثل الأفعى سلطة إنه يزرع فيك الشعور بالكبرياء والخيلاء والعجب وربنا يقول إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى فإذا وصلت إلى الكبرياء والخيلاء وقعت في أخطر إثم الذي وقع فيه إبليس كان متكبرا ومعجبا بنفسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذا المال والعيد بالله الإنسان لا يكد يشبع قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادم من دهب لابتغى إليه واديا ولو كان عنده واديان من دهب لابتغى إليه ما ثلاث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تب أي نعم إذا كان الإنسان من الأثرياء وكان من المنفقين ومن المتصدقين ومن الورعين كان سيد الناس كان أفضل الناس ولنا في صحابة رسول الله الأسوى الحسنة نذكر مثلا سيدنا عثمان بن عفان في زمانه كان لم يكن مليونيرا كان مليارديرا وكان من المبشرين بالجنة لأن المال كان في يده وليس في قلبه كان ينفق ولا يخشى الفقر وكان يعطي حتى إنه جيش جيوشا بماله وربنا عز وجل بشره بالجنة فهو غني ولكن المال لم يكن عبدا له وسيدنا عبد الرحمة بن عوف كان تاجر شاطر إذا دخل إلى أي سوق يبيع ويشتريه ويربح وكان ينفق أمواله فنعمل المال الصالح للرجل الصالح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختم لنا هذا الموضوع فيقول لا طيرة أو لا غيرة أو لا حسد لا حسد إلا في إثنين رجل آتاه الله المال فهو ينفقه أنا الليل والنهار ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس يعني أن الغيرة أو الغبطة لا تكون لا يبغي إلا في أمرين إثنين الأول إذا رأيت غني عنده المال الوفير ثم هو فيه السخاء وفيه العطاء وفيه التوسع الآخرين اغبطه هذا مال صالح لرجل صالح وإذا رأيت رجل عنده العلم وعنده الحكمة ولا يبخل ولا يتكبر وإنما يعاشر الناس ويصاحبهم ويخالطهم ويعلمهم ومن استفتاه يدله بالصدق والنية هذا أيضا عليك أنك أنك تحسده أو تغبطه لا حسد إلا في إثنين رجل أتاه الله مالا ينفقه على هلكة في الفقراء ورجل أتاه الله حكمة يعلمها الناس نسأل الله تعالى أن ينبهنا إلى عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا رزقا حسنا ويوفقنا لإنفاقه على وجوه البر والخير والإحسان وأن لا نكون من المدخرين ولا من المحتكرين ولا من المتكبرين بل نكون بإذن الله تعالى من المتصدقين ومن المحسنين الذين يكونون من أهل الله وخاصته اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكركم بأرقامنا الهاتفية سفر خمسة سفر خمسة اتنين وعشرين ستا وربعين اتنين وسبعين خمسين أو واحد وخمسين أو اتنين وخمسين أو الرقم الهاتفي سفر خمسة اتنين وعشرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم معنى أول مكالمة من المحمدية معنى للا بشرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيف يدعك حاجة بس عليك لبس بنتي بارك الله فيك كتير ويداتك الحمد لله الحمد لله نظر قليك هذا العيد إن شاء الله الله يطولع بركة بنتي بارك الله فيك طيب لك الحاجة بيتنظر معاك أنا عندي العكوسات ريسيين وحاجة مكتن لا إله إلا الله الحمد لله ماشي من ذلك البنات اللي خلال زي ما كن كن صلي كن دير الدعاء مزيانة مع ماما ماما ماتت راضية عليا ماتت سادي عامين الله الحمد لله باب الحمد لله عايشي أنا وبابو وتهو راضي عليا كن دير لي خاطوة وفكل شي ومعرفتش من ناس العكوسات ديجة كانوا قعلي كانوا داروا لي شي ناش بحد السحر وتحيد مثل كتير تريد لي الدعاء وتحيد لي هذه شي عامين وده با أود نسل عكوسات تكون شي لا إله إلا الله تحق لي لا الزواج لا إله إلا الله كتير باتنا نقولك الدعاء معي يا رب يا رب يا رب يا كريم بإذن الله يا رب الله حمدك بنت بشرة الله حفظك الله رحمك الوليدة الله ينسع لها الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله طلب الله تعالى سبحانه وتعالى الفاراج من عنده هو العكوسات والموانع أو السحر هذه كلها أفعال بشرية والبشر هناك من يؤذي وهناك من يلحق الأذى بالآخرين ولكن يبقى دوما العبد المؤمن هو عنده الثقة في خالقه وفي رازقه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا لم يأدن الله تعالى للساحر أو للمجرم ما فعل ذلك الإجرام أو ذلك السحر دائما أي حاجة توقع لا حركة ولا سكون إلا بموافقة الله وبإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله من لك التغلب الإنسان هو المفروض أن الإنسان أعطاه الله عقل وأعطاه الله إدراك وطلب منه أن يتوسع في المعرفة لكي يمتلك الخبرة والمهارة من أجل أن يتجاوز جميع صعوبات الحياة الحياة فيها متع فيها ملدات فيها شهوات وأيضا فيها مطبات وفيها صعوبات الإنسان منذ أن يوجد فوق الأرض هو يتعلم كيف يمشي كيف ينطق كيف يتكلم كيف يتصرف أعطانا الله العقل والإدراك وطلب منه البحث والتنقيب وطلب منه توسيع المدارك والمعارف لكي نحكم هذه الحياة لكن أحيانا رغم كل هذا يشعر الإنسان بأنه مقيد أو بأنه مكبل أو أنه يسير ضد التيار يغلب يهزم في هذه الحال الإنسان دائما يتقوى بربه عز وجل يقول يا ربي أنا الأسباب قمت بها وأنت رب الأسباب يا ربي ما في قدرتي وإمكاني قد قمت به ولكن أنتظر منك الفرج وأنتظر منك التدخل هنا الإنسان يوطض علاقته بربه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أننا أي واحد في نشعر بهذه الموانع أو هذه العكوسات أو أنه أنه يسبح ضد التيار أنه يكثف من التحصينات ومن الأدعية صباحا ومساءا في كل وقت وحين من ذلك مثلا مما أمرنا به قلنا دعاء سيدنا يونس عليه السلام ما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه إنسان إذا أصابه كرب وشعر بالأداء وشعر بالتعب والتغلب ما بقى عنده قدرة لا يأس لا تدخل إلى دائرة اليأس لأن سيدي يونس عليه السلام كان في بطن الحوت وكان في جوف البحر وكان في ظلمة الليل وقيل مكث في بطنه ثلاث أيام وليالي بلا طعام ولا شرب ولا يدري ماذا يفعل الحوت طعف به حول البحار والأنهار والمحيطات ورأى بأم عينيه أن كل ما في الوجود يسبح لرب الوجود رأى سيدي يونس كيف أن الحيتان في قاع البحر والأسماك والطحالب وكل ما في هذا البحر العميق كل يسبح لله فألهمه الله تعالى أنه يسبح هذا ما فعله سيدي يونس من لك يوقع لنا وحد العجز عن إيجاد الحلول لمشكلة الحياة الصعبة هنا نتوقف عن التفكير نتوقف عن روح المبادرة وننخرط في سلك المسبحين كان نجلس كان نسد على الباب كان ندخل للوحد العالم دي العزلة بيني وبين خالقي وكان بقى نسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وأستمر هكذا أبقى مئات آلاف مرات أقولها ما الذي يقع في هذه الحال الرحمة الإلهية والعطفة الربانية تغمر هذا العبد الداكر المسبح كما فعل ربنا بيونس فلولا أنه كان من المسبحين للابت في بطنه إلى يوم يبعتون يلهم التسبيح أي واحد عنده تغلب من الحياة المشاكل ملقى لها حلول لا تضيع وقتك أنك تبقى تستشير في أهل الخبرة والمهارة استنجد ضعيف بضعيف واستنجد غريق بغريق أنت تستنجد بالحي الذي لا يموت وأحسن طريقة كان يستعمل والصالحون وأرشد إليها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حينما ترى بأن الأبواب مغلقة وترى بأن الطريقة مظلم وترى بأنك مقيد ومكبل ولا من رحيم ولا من مغيث أدخل إلى عزلة بينك وبين خالقك ولو في غرفتك وانخرط في سلك المسبحين كما فعل يونس كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت هو توحيد لله تعالى وحده أنا لا لا أعبد ولا أتوجه إلا للخالق وحده لا شريك له لا إله إلا أنت سبحانك تنزيه التسبيح هو تنزيه للدات الإلهية وتعظيم وإفرادها بالعبودية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعتراف بالدم لعل الإنسان قد أصابه ما أصبه بسبب ذنوب لأن الإنسان إذا وقع منه ذنوب وخطايا قد يتعرض للعقوبة في الدنيا كم من البلاء وكم من الشدائد والأمراض التي أصابتنا لعلها بسبب تفرطنا وذنوبنا فنحن نعترف أمام الله تعالى بخطاينا ونستغفره نتوب إليه بنت للا بشرة أنا حس بالمعاناة ديالك خصوصا الإنسان لكي يكون معارض للسحر أنك نسكد لأعمال الشيطانية يقعد مسكين يضر في حلقة مفرغة ويستنجد بهذا وذاك ولا يكاد يجد نجلة سوى من الله تعالى لهذا كنت طلبه من السادة المستمعين جميعا أيها الأحباب الكرام أعظم سلاح ممكن أن يغير به الله تعالى واقعنا من حال إلى أحسن حال هو الدعاء أرفعوا مع نيدكم واندعوا مع هذه الشابة التي فقدت أمها والتي فقدت البوصلة في الحياة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أختنا بشرة اللهم بشرها بالخيرات اللهم بشرها بالمكرمات اللهم بشرها بالصحة والعافية اللهم بشرها بسعد جميل اللهم بشرها بزوج من الصالحين وبشرها بعمل من الفالحين اللهم تولها بكامل العناية والرعاية واجعل هذه الساعة وهذا اليوم آخر أحزانها وآخرهم بها اللهم احفظها من عين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن شر الخلق أجمعين احفظها يا ربنا بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم وأزل عنها الموانع والعكسات وارزقها يا رب الأفراح والفتوحات وكلها يا رحمن رحيم وليا ونصرا اللهم كل من قال آمين ارزقه من الخيرات والبركات ما أنت به عليم قولوا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين نتحول إلى مراكش معنا للا زينب أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعليكم ريبان لبس إليك حياك الله بنت زينب يا مرحبا شكرا لك الزفة لعضب الله ما جاء منيك نستفد منك الزف بارك الله فيك أفك عميك ريضان وبيتك الدعية معي سيدعي وديها الخير يا ربي يا ربي تنعني من المسلع عسق والسحق ليلة هيل الله الحمد لله لك والحال الله يحفظك بنتي يا رب ويا فك عميك ريضان بيتك الدعية مع الوالدة ديالي عندها مراجنة الثاني وبيتك تعطيها سلطة إحرائية في اتماع دابا وخب انت بإذن الله شكرا لك عميك ريضان ودعي لي مع أخي يا بيت إن شاء الله بيتلقى بدي نحتوي رفك والله نحي تلي يحتسب يا رب يا ربي يا ربي يا كريمة بنتي الله يكمل لكم الرجاء شكرا لك عميك ريضان على هذا البرمان كانت تفضوا منك بزاف الله يجعله في مزاحة تالتك إن شاء الله اللهم أمين بنتي اللهم أمين حافظك الله ورعك حافظك الله ورعك حافظك الله ورعك بيت مستمعين كالين يدعو معايا ويقولوا آمين حيث عيت بزاف من هذا مشكلة عندما تتوني السحر حافظك عميك رباندي معايا بنتي زينبة اشنا ما الأعراض اللي كيبانو عليك دي السحر اش كيوقع لك كيوقع لك كيوقع لك الاختلاق وعندي كان نحس بنا غازة في جسم ديالي كيتحرك الجسم ديالي ببهدو ايا لا إله إلا الله بنتي الله يشافيك الله يشافيك من يكون عندك بس بنتي من يكون عندك بس الله يشافيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد يكون فعلا هذا من أطار أعمال سحرية وقد يكون من أطار المس وهناك أيضا الأطار الأخرى للأمراض النفسية يعني الجسم البشري هو معقد والمتأمل فيه يدرك إبداع الصانع نحن صنع والله صانعنا وفي الجسد البشري تجلت العظم الإلهية هذا الجسد اللي هو عبارة عن لحم وشحم وعظم في جهاز عصبي وجهاز لمفاوي وجهاز نفسي وأجهزة كثيرة مختلفة تدرك من خلالها إبداع الصانع قد يكون الإنسان هو عنده سحر السحر حق ربنا عز وجل تكلم عنه وقال بأن من أقوى السحر هو سحر بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام وكان يستعين بهم فرعون في تدبير شؤون الملك والحكم والدولة السحر حق وتكلم عنه الله تعالى في عهد سليمان عليه السلام لما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله السحر عم وكان في عهد سيدنا سليمان حتى اتهم سليمان عليه السلام أنه كان ساحرا وهو نبي وكان ملك وكان عنده قدرات مذهلة فقالوا كان يدبر الشؤون الدولة بالسحر وصار هذا الاتهام صدقه الناس وبقي لسنين وسنين طويلة إلى أن جاء القرآن وبرأ ساحة سيدنا سليمان فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا هم يعلمون الناس السحر أما سليمان فكان بريء ما كان عنده من أعمال هي معجزات وكرمات من عند الرحمن فالإنسان إذا كان عنده السحر ركيبا عنده الأعراض الأعراض اللي كتبان فيه في الغالب أنه يتغير عنده الإحساس عند صفرار الشمس بعد غروب الشمس بعد العصر قبل غروب الشمس كتصفر قبل غروبها كتما واختر الإسفرار هناك بلك بأن صاحب المسحور كيشعر بأن خاطره ضيق وكيشعر بأنه منقبض وكيشعر دائما داته لا يتحكم فيها ونومه ونومه يكون متعبا النوم عميق لا يحظى به النوم دياله كيشف الفزع كيشف الرؤى المنامية المخيفة إما تعبين وإما قطط أو كلاب سوداء وإما أنه يسقط من مكان مرتفع وإما وإما ثم إنه لا يستطيع أن يستحم وأن يعتني بشكله وهندامه ورائحته تجده مهمل في الهندام وفي النظافة هذا علمت أنه مسحور ثم ليست له قدر على الاندماج مع الآخرين دائما يفر ودائما يهرب ودائما يشكك في نواياهم ثم يوقع لما يسمى بالتمارض ليس المرض تمارض تمارض هو أنه دائما يشعر بأنه مريض مر في كتفيه مر في قدميه مر في بطنه مر عند الصداع دي الدماغ يتنوع هذا كبا بأنه مسحور وكل قواقف القافل تسير هو وقف مقامه وعلاجه هو أن الإنسان يقرأ آيات فك السحر وإذا لم يحفظها على الأقل أنه يقرأ عند شروق الشمس وعند غروبها الإخلاص والمعودتين يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ثم يقرأ المعودتين يقرأهم ثلاث مرات عند شروق الشمس وعند غروبها وليكتر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الضهر هذه الكلمة الطيبة هذه هي من الذي يفسخ السحر زينب لعل أمك تعاني من الأمراض النفسية هو بسبب ما تراه في أولادها هاي البنية مسحورة ها هو الإبن بغير عمل ها هو مشكل الرزق طبيعي أي أم لما ترى بأن فلدة أكبادها يعانون أو يمرضون أو يواجهون صعوبة الحياة فإن الأم تمرض وتشعر باكتئاب وتشعر بضغوطات نفسية هذا أمر طبيعي لأن الأباء والأمهات يفرحون ويسعدون كل ما رأوا أبنائهم وبنتهم في النجاح وفي التألق وفي الحياة الطيبة أما إذا رأوا أولادهم وبناتهم مغلوبين ومغلوبات ومقهورين ومرضى فإن من الطبيعي هدا أن الإنسان يشعر بضغط نفسي ويمرض كيف نتجاوز ذلك؟ أولا علينا أن نلقي بحملنا على الله تعالى نحن مطالبين بأننا نفكر ونخطط وندبر ونبحث عن الأسباب والمسببات وعن العلل والمعلومات هذا أمر طبيعي لكن حينما نعجز حينما قدرتنا تبقى نائما محدودة ماذا نفعل؟ ففروا إلى الله ففروا إلى الله علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا كل يوم حينما نريد أن نخلد إلى النوم نستقبل القبلة ونقول الدعاء المأتور كان يعلمه للصحابة ورواه سيدنا عم عبد الله بن عمر من خطاب رضي الله عنهما قال له أننا بما أمرتنا وعلمتنا وهذا عجزنا ظاهر بين يديك نتوجه إليك ونتوكل عليك ونتنع عليك الخير كله نرمي بحملنا على الله تعالى ولا شك ولا ريب أنك إذا كررت هذه المسألة اليوم وغدا ومعد غد سيأتي الفرج من الظهر الله تعالى عنده المدد المدد يعني الأفكار النيرة والأحاسيس المشرقة هذه ليست كسبية هذه عطاءات ليش فتي دمغني أو شفتي دكي أو شفتي سعيد أو شفتي عنده أفكار تقدمية هذا ليس شيء أنه باحث يقرأ الفكر والفلسفة وينقب إنه الله أمده أمده بالعقل وأمده بالفكر وأمده بالإنشرح إنه المدد المدد الإلهي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كما مد الله هؤلاء بالفكر وبالإحساس الجميل وبالنجاح وبالقوة وبالقدر على الفعل أنت أيضا رغم أنك ضعيف لم تحظى بالدراسة ولم تحظى بتعلم ممكن أن الله تعالى يمدك بالقوة وبالصحة وبالفغم وتصير في صفوف الناجحين انظر إلى التاريخ الذين قادوا التاريخ أكبر الزعماء وأكبر المؤثرين في سيرورة التاريخ لم يكونوا من أصحاب العلم والفكر كان دراستهم محدودة الكثير منهم ولم يكونوا من أبناء الأعيان كانوا من أبناء الفقراء ولم يكونوا من أبناء انظر مثلا خد أدولف هتلر مثلا هذا النموذج أدولف هتلر لهو من كبار زعماء العالم يعني المعروفين حتى صنفهم صاحب المئة العظمى أو المئة الأوائل صنف منهم هتلر هتلر كان دراسته بسيطة دراسة بسيطة وانقطعة عن الدراسة مرات متعددة وكان معلولا صحته ضعيفة وأمه كانت مريضة ومن أسباب أنه حقد على اليهود أن أمه كانت تعالج عند الطبيب يهودي فلم يكن عندها المال كافي فأهمل علاجها فماتت فظن بأنه هو الذي قتلها فحقد على اليهود واستعمل لما يسمى بالمحرقات فيما بعد هتلر كان ضعيف ونحيل وكان دراسته بسيطة وينتمي إلى أسرى فقيرة واستطاع أن يحكم العالم في فترة زمنية محدودة إلى أن انتقله أيضا إلى عالم الفنى انظر مثلا إلى نابوليون مونابارت هذا كان قصير القامة وكان نحيل البنية واستطاع أن يحكم نصف الأرض وقاد ما يسمى بالثورة الفرنسية واحتوى ما عنده شيء شيء إمكانات كبيرة وقس على ذلك الذين قادوا تاريخ البشرية معظم ضعفة بل الأنبياء والمرسلون معظمهم بل جلهم بل كلهم كانوا رعاة للغنم قال عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبيهم إلا ورع الغنم قيل وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وكان يقول وهل أنا إلا ابن مرأة كانت تقول القديد يعني كنا على الفقر لكي يقول القديد عند العرب فقير العربي إذا تبحشات كي يكمل في ليلة ونهار بيخلي فاوله ولكني لكي قددها إذا قدد معنى أنه فقير ويدخر لأيام المجاعة فالعظماء هم ليسوا عظماء من تلقاء أنفسهم لأن الله أمدهم هو أعطاهم العقل أعطاهم الفكر والمبدعون والفنانون ليس لأنهم مبدعين وفنانين ومخترعين لا لأن الله أمدهم بالعقل وأمدهم بالفكر وأمدهم بالمهارة وأمدهم بالخبرة كل مدد من عند الله فأنت أيها الإنسان إذا شعرت بأنك ضعيف وفقير مد يديك إلى السماء وقل يا صاحب المدد مدني بالعطاء يا صاحب المدد إذا أردت المال فقل يا مدد مدد يا الله مدد مدد يا الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك المدد من أراد المال يقول يا رب ارزقني مالا وفراء يعطيك قل يا مدد يا مدد من أراد الصحة والعافية فالله تعالى هو الطبيب الله تعالى هو المعالج الله تعالى هو الشافي رغم أننا نقوم بالأسباب عند الأطباء والصياضل والمعالجين ولكن تلك أسباب تقريبية فإذا أراد ربك أن يمنحك القوة قل يا رب مدد مدد يعطيك الله القوة إذا كان عندك عكوسات وموانع في الحياة لا تظن بأن هناك كوتش أو إنسان من أصحاب صناعة الحياة أنه سوف يعطيك القدرة وتمد إليه يدك وينقذك وفقط يعطيك إشارات ويعطيك دفعات وإلا فإن المدد من عند الرحمن تقول يا رب مدد يعطيك الله تعالى القدرة والبصيرة والإمكانية لخوض غمار الحياة والنجاح فيها وقس على ذلك كله فالإنسان هو ضعيف من نفسه قوي بربه ولعل الله تعالى يريدنا أن نصل إليه هناك من لا يصل إلا بأن يكون ضعيفا ربنا يعطيه الضعف فيشعر بأنه محتاج فيناديه يا رب مدد فيمده الله بالعطاء هل تعلمون أيها الأحبة الكرام هناك من لا يليق به إلا الغنى فأغنه الله وهناك من لا يليق به إلا الفقر فأفقره الله ربنا يتنزى في ملكه هناك ناس الله تعالى اطلع على قلوبهم ورأى بأنه إذا لم يعطيهم المال الوفير والغنى سيفسد حالهم فأعطاهم المال وعطاهم الغنى وأسكنهم القصور والبيوت الفخمة لأن هذا ما يليق بطبيعتهم وهناك أناس آخرين ربنا اطلع فرأى بأنه لا يليق بهم إلى الفقر فأفقرهم فبقوا يشعرون بالتدلل والانكسار بين يدي مولاهم وهناك من رأى ربنا أنه لا يليق به إلا القوة فأعطاه قوة وهناك من رأى بأنه القوة إذا أعطاها له سوف يظلم نفسه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيعطيه الفقر ويعطيه الضعف ربنا يتنزه في ملكه الخلاصة أيها الأحباب الكرام لو اطلعتم على الغيب لعلنتم ما فعل ربكم إلا خيرا ولعل في الشدة والمعاناة ما يجعل العبد منكسر بين يدي مولاه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى أعلى مقام في الوجود في واقعة الإسرائي والمعراج ربنا رفعه إلى أعلى مقام صار مع جبرايل في البراق فصعد السماء الأولى والثانية والثالثة إلى أن وصل السماء السابعة ثم وصل إلى سدرة المنتهى ثم وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ثم وصل سيد محمد من مفرده إلى مقام الحضرة الإلهية وقال له جبريل يا محمد لو تقدمت خطوة لحترقت فتقدم النبي الكريم فاخترق الحجب ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ثم مقام الحضرة الإلهية حكى النبي الكريم هذه القصة لصحابته وفي يوم قريب حكى لهم قصة يونس نبي الله يونس ابن متى لما عصى أمر المولى فغضب عليه فرمي من السفينة فالتقمه الحوت فنزل به إلى القعر اللجي في أخفض منطقة على سطح البحر في منطقة مظلمة منخفضة أحد الصحابة قال انظر ماذا فعل ربك بنبييني سيدنا محمد رفعه إلى أعلى مقام إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وسيد يونس هوا به إلى أسفل سافلين إلى القعر اللجي انظر كيف أن الله رفع هذا وأنزل هذا إلى أسفل سافلين سمع النبي الكريم هذا الكلام وقال لا تفاضل بيني وبين أخي يونس ابن متى لا ندري من كان أقرب إلى الله هل أنا في عليائه أم هو في أدنى الأرض قد يكون الإنسان في أدنى الأرض وهو قريب من الله سيدنا نونس دعا دعاءه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صار متدللا منكسرا فحاضي برحمة الله الوسعة قد يرفع الله العبد إلى مقام علي فيكتكبر ويتجبر فينكسر ألا ترون إلى فرعون أنه أعطاه الله كل شيء أعطاه الله المال وأعطاه الله السلطة وأعطاه الله تعالى الأولاد وأعطاه الله تعالى العمر طويل عمر ثلاثمائة سنة ولم يمرض قط أبدا لم يزور طبيب ولم يحتج إلى محامل يدافع عنه وكان الرجال الأمن وكبار القادة تحت إمرته وكان عنده المال وفير فدخله العجب وقال أنا لست بشر أكيد أنني أنا سليل الأهلها فقال إني نصف بشري ونصف إلهي فتجبر وتكبر واغتر بنفسه فربنا عز وجل يتنزى في ملكه الإنسان إذا كان ضعيف ليقول مدد مدد يا الله اللهم يا رب العالمين اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات إننا نعترف بين يديك بضعفنا وقلة حيلتنا وبهواننا وضعفنا يا رب وهواننا على الناس اللهم يا رب يا كريم نسألك أن ترفع عنا الموانع وترفع عنا العكسات وترفع عنا الشدائد وترفع عنا البلاء اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم أن ترزقنا رزقا حسنا رزقا طيبا رزقا كريما يا باصط ويا واسع ابسط علينا من رزقك ووسع علينا من عطائك اللهم يا رب العالمين اجمع الشمل بين العائلات والأحباب والمقربين وانزع ما في صدورنا من غل اللهم كن من كان يعاني من أمراض نفسية ارزقه يا رحمن الرحيم الفرحة وارزقه الصرور وارزقه الغبطة ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا المدد مدد مدد يا الله مدد مدد يا الله كلنا ايها الاحباب الكرام نقول مدد 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 يا الله وسوف ترون العجب من عطاء الله انه سميع قريب مجيب